اشتركوا في القناة فالنسبة هي طريقة لمقارنة عدد بعدد آخر وتكتب بثلاث طرق مختلفة فمثلاً إذا كان لدينا مجموعة الأزرار أمامنا فإن نسبة الأزرار الحمراء إلى الأزرار الزرقاء يمكن كتابتها بثلاث طرق الأولى أن نكتب 2 إلى 3 الاثنان هو عدد الأزرار الحمراء ثم نكتب حرف الجر إلى ومن ثم عدد الأزرار الزرقاء فإذا 2 إلى 3 هي أول طريقة نكتب فيها النسبة الطريقة الثانية هي أن نكتب 2 نقطتان رأسيتان ثم 3 إثنان نسبة إلى الأزرار الحمراء وثلاثة نسبة إلى الأزرار الزرقاء يفصل بينهما نقطتان رأسيتان هنا لاحظ أننا بدأنا بالكتابة من اليسار إلى اليمين أخيرا يمكن التعبير عن النسبة بشكل يشبه شكل الكسور حيث نكتب 2 على 3 الاثنان في البسط إشارة إلى عدد الأزرار الحمراء والثلاثة في المقام إشارة إلى عدد الأزرار الزرقاء ونسمي الاثنان والثلاثة هنا طرفي النسبة يمكنك تبسيط النسبة بقسمة طرفيها على العامل المشترك الأكبر كما كنت تفعل في الكسور الآن اعتمد على الشكل المجاور واكتب في أبسط صورة نسبة المربعات إلى المثلثات لدينا هنا 6 مربعات ومثلث 1 لذلك نكتب النسبة على شكل 6 نقطتان رأسيتان 1 إذن نسبة المربعات إلى المثلثات هي 6 نقطتان رأسيتان 1 وهي أبسط صورة حيث لا يوجد عوامل مشتركة بين الستة والواحد مطلوب آخر لدرى نسبة الدوائر إلى المربعات لدينا هنا دائرتان ثم نقطتان رأسيتان ثم الست مربعات إذن نسبة الدوائر إلى المربعات هي 2 نقطتان رأسيتان 6 هنا لدينا عامل مشترك حيث أن الاثنان تقسم على الاثنان والستة أيضا تقسم على الاثنان لأنها عدد زوجي إذن نقسم الاثنان على الاثنان فنحصل على واحد ثم نقسم الستة على اثنان فنحصل على ثلاثة هذه أبسط صورة للنسبة واحد نقطتان رأسيتان 3 لنرى الآن نسبة الدوائر إلى المربعات إلى المثلثات حيث يمكننا هنا كتابة هذه النسبة بكل بساطة لدينا هنا الدائرتان ثم الست مربعات وأخيرا المثلث فإذن نسبة الدوائر إلى المربعات إلى المثلثات هي اثنان مكان الدائرتان ثم نكتب ستة مكان الست مربعات وأخيرا واحد للدلالة على المثلث الواحد هنا هذه النسبة بأبسط صورة حيث لا يوجد عام المشترك بين الاثنان والستة والواحد معا الآن لنرى كيفية استخدام النسب لتوزيع أو تقسيم عدد على مجموعة أشخاص بنسب محددة فمثلا إذا تقاسم أخوين اثنان وأربعون قطعة حلوة بنسبة أربعة إلى ثلاثة كم قطعة لكل منهما؟ هنا لدينا ثلاث خطوات أولا نجمع حيث نجمع طرفين نسبة أربعة زائد ثلاثة فنحصل على سبعة إذن النسبة تحوي سبع أجزاء متساوية الخطوة الثانية نقسم حيث نقسم العدد المراد تقسيمه 42 على عدد الأجزاء المتساوية سبعة فنحصل على 42 تقسيم سبعة يساوي ستة إذن قيمة كل جزء هي ستة الآن نضرب فنضرب الطرف الأول لنسبة أربعة ضرب قيمة الجزء ستة فنحصل على أربعة ضرب ستة يساوي أربعة وعشرون إذن أربعة وعشرون قطعة حلوة للأخ الأول ثم نضرب الطرف الثاني ثلاثة ضرب قيمة الجزء الواحد ستة فنحصل على ثمانية عشر إذن ثمانية عشر قطعة حلوة للأخ الثاني يمكننا أن نتأكد من أننا وزعنا الـ 42 قطعة حلوة بجمع الـ 24 زائد 18 فنحصل على 42 إذن نحن قسمنا الـ 42 قطعة حلوة بين الأخوين الأول حصل على 24 قطعة حلوة والثاني على 18 لنرى ماذا فعلنا من خلال الجداول فلنفرض أننا لدينا 42 قطعة حلوة ثم قسمناها إلى 7 أجزاء متساوية كل جزء يحتوي على 6 قطعة حلوة وبذا تكون الأربع أجزاء تساوي 24 والثلاث أجزاء المتبقية تساوي 18 وتكون بذلك قد قسمت الـ 42 إلى 24 و 18 بنسبة 4 إلى 3 لنرى مثال آخر ولنفرض أن أحمد وزع 60 دينار بين عاملين بنسبة 3 إلى 2 فكن أخذ كل منهما أول خطوة نجمع فنجمع طرفي النسبة 3 زائد 2 لنفصل على 5 إذن النسبة تحتوي على 5 أجزاء متساوية ثم نقسم فنقسم العدد المراد توزيعه 60 على عدد الأجزاء المتساوية 5 60 تقسيم 5 يساوي 12 إذن قيمة الجزء الـ 1 12 ثم نضرب فنضرب طرف النسبة الأول 3 في قيمة الجزء الـ 1 12 لنحصل على 36 إذن حصل العامل الأول على 36 دينار ثم نأخذ طرف النسبة الثاني 2 ونضربه بقيمة كل جزء 12 فنحصل على 2 ضرب 12 يساوي 24 إذن حصل العامل الثاني على 24 دينار لنرى ماذا فعلنا من خلال الجداول ولنبدأ من الـ 60 دينار التي أراد أن يوزحها أحمد ثم نقسم النسبة إلى 5 أجزاء متساوية كل جزء يحتوي على 12 دينار أول ثلاث أجزاء تحتوي على 36 وآخر جزءين يحتويان على 24 دينار وبالتالي 36 و24 يساوي 60 وهي القيمة التي أردنا أن نقسمها قسمناها بنسبة 3 إلى 2 في الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاجوا إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر